اشتركوا في القناة طبعا راح نبدأ بموضوع البوست البوست هو عبارة عن ارسال البيانات بوست يعني ارسال فارسال البيانات راح يتم يا اما من خلال الفورم يا اما من خلال امور اخرى وراح نتعلم احنا موضوع الارسال من خلال الفورم طبعا عندنا هذا ملف اللي هو index.php راح نضيف طبعا راح نضيف فورم ممتاز لدينا هذا الفورم طبعا هذا الفورم حتى خليه تفاعل مع لغة php لازم اضيف له فشي اسمه method المثود هذا هو المثود طبعا يساوي بهذه الطريقة هذا المثود لازم اضيفه الى الفورم واكتب بداخل المثود post طبعا هنا راح يكون هذا الفورم متفاعل مع php يعني بدون هذا المثود ما راح يعني يكون الفورم متفاعل مع لغة php ممتاز طيب بداخل هذا الفورم راح اضيف input هذا الانبوت راح يكون type يساوي مثلا text طيب نحفظ وطبعا نجي نحدث نلاحظ انه هذا عندنا هو الانبوت الان راح نضيف انبوت اخر راح يكون type يساوي submit وطبعا راح نضيف value تساوي مثلا ارسال طبعا هالشي احنا تعلمنا بالمحاضرات السابقة اذا لاحظ عندنا هذا الانبوت وعدنا هنا هنا زر وعندنا هنا اللي هو ارسال ممتاز طيب هسان شوني اريد اريد هذا الفورم عندما اكتب مثلا اهنان نص معين اي نص واضغط على ارسال راح يرسل لي هذا النص الى صفحة معينة هذه الصفحة ولتكن مثلا اهنان راح نسميها صفحة طبعا اي صفحة وليكن راح نسوي folder نسمي الصفحة مثلا بها dot php ممتاز يعني اريد عندما اضغط على زر ارسال اكتب البيانات واضغط الى زر ارسال راح يرسل لي اياهن الى صفحة اللي هي بها dot php ممتاز طبعا طبعا في البداية على هذا الوضع لا يمكن ارسال البيانات لا بد انه اجري عمليتين العملية الاولى وهي انه اضيف action الaction هو الصفحة المرسلة لها البيانات يعني انا حاليا في صفحة index dot php عندما اكتب البيانات وارسلها راح يتم ارسالها الى صفحة bha.php طيب شون الشي اللي حددني انه راح تتم الى صفحة بها ممكن تتم الغير صفحة شمعنى بها بالذات راح يتم ارسال البيانات الى الصفحة المكتوبة في الaction فالaction هو اللي يوجه للبيانات الى الصفحة المطلوبة وراح اكتب بداخل الaction bha.php هنا اضيف action وبداخل الaction راح اكتب اسم الصفحة المراد ارسال البيانات طيب هذه الخطوة الاولى الخطوة التالية حتى استقبل البيانات من صفحة index بداخل صفحة bha لابد انه يكون لي ال input name اسم هذا ال name مثلا راح اسميه data اي اسم اي اسم لا على التعين فعندي name اللي هو اسمه data راح استقبله من صفحة من الصفحة الموجهة طيب نجي نحفظ ونجي هنا راح اكتب مثلا راح اكتب مثلا بسم الله واضغط الى ارسال راح الاحظ انه تم تحويل الى صفحة bha.php طبعا ممكن نكبر الشاشة طبعا اذا نلاحظ احنا حاليا بصفحة index.php عندما اضغط على ارسال راح يتحول الى bha.php وتم ارسال البيانات الى bha.php طيب تم ارسال البيانات الى هنا كيف يعني استعرض البيانات المرسلة نفتح صفحة bha.php ونفتح وسم php وطبعا راح نخز البيانات المرسلة بمتغير هذا المتغير مثلا راح اسمي bha.php يساوي sdolar underscore وأكتب post بهذه الطريقة وأفتح اقواس مربعة وفوارز او شوارح مفردة single code هذه الطريقة وبداخل الشوارح يعني بداخل هذه الاقواس اكتب اسم الحقل المرسل البيانات منه هذا الحقل شنو اسمه اسمه data راح اجي اكتب احنا اخذ copy ممكن واضيف اسم الحقل في هذه المنطقة انا الآن خزنت البيانات بالمتغير اللي هو اسمه bha.php طيب ممكن اطبع هذا المتغير eco وأسمي مثلا bha.php فارز منقوض ctrl s طيب الآن نرجع ونسوي refresh نكتب مثلا بسم الله مثلا واضغط على ارسال اراحظ انه راح يطبع لي هنا بسم الله طيب ممكن اجي هنا اكتب مثلا دبلومة برمجة المواقع الاليكترونية واضغط على ارسال راح لاحظ انه هنا دبلومة برمجة المواقع الاليكترونية طيب طبعا هذه المحاضرة من اهم المحاضرات يعني في حال انه اذا ما فهمناها ممكن عيد المحاضرة مرة مرتين ثلاثة واذا ما فهمناها بعد ما عدنا المحاضرة ممكن انه تنتظرون للمحاضرات القادمة راح تفتهمون هذه المحاضرة بشكل جيد لان راح نعيدها كل شو واي لان راح نعيد هذه المحاضرة بشكل متكرر جدا طيب نشرح السيناريو عند عندما نكتب منشور في فيسبوك بعد ما نكتب نشر المنشور راح ينشر في الصفحة طيب ما الذي يحدث راح نكتب نحن بداخل فورم هذا الفورم راح يرسل البيانات لصفحة معينة هذه الصفحة المعينة راح تخزن البيانات في قاعدة البيانات وراح تستعرضها وتلتقطها من خلال البوست في الصفحة الرئيسية وبالتالي ينشر المنشور يعني انا في صفحة الاندكس كتبت الرسالة او كتبت المنشور بهذا الحقل وموجه هذا المنشور الى قاعدة البيانات ولتكن هذه الصفحة اللي هي بها .php التقط البيانات من خلال هذه الدالة واطبع البيانات الملتقدة طيب العملية سهلة وبسيطة فقط اللي اطلب معتكم انه تطبقون هذه المحاضرة كما هي يعني حتى لو تطبقوها نصا نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى